يمرون الطيبون فلا يمرون على ملك من في السماء إلا طار ما هذا الروح الطيب إيه دي إيه العظمة دي كلها إيه الجنازة الفخرية العلوية دي في جنازة في الزرد بتعادلت بس لس لسه بيكلموا الناس وده جاي وده جاي لكن الروح لها جنازة خاص في الروح المؤمن لأن البدل تبع الروح إذا الروح آمنت فالبدل بيؤمن فيعامل معاملة الروح وإذا الروح كفرت بسبب الزيانها فالبدل يعزل مثل عذاب وده له جنازة وده لها جنازة فيصعدون بها ده طالب الروح الطيب وتطالع بالروح الخبيث هؤلاء الطيبون يمرون على الملائكة في السماء فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من موضع أربع عصابع في السماء إلا وفيه ملك قائم أو راكع أو ساجد يسبح الله عز وجل شوف بقى الجنازة دمشي وراء كل اللي كانوا قاعدين مدة بسر واللي شايلوا الروح في يده وطالع بيها ودول كلهم طالعين وراء فلا يمرون على ملئ حتى يقولوا ما هذا الروح الطيب فيقولون فلان ابن فلان بأحب أسماءه التي كان يسمى بها في الدنيا كانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الاسم كانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم فهم طلعين بروحه صلى الله عليه وسلم يقال روح أبا القاس روح أبا القاس بأجمل الأسماء لكن في بأل خبيث فيصعدون بها فلا يمرون على مدى من الملائكة إلا قالوا ما هذا الريح الخبيث ما هذا النتا لأن المسوحة اللي جاي من النار والمواد اللي جاي من النار خبيثة في الرائحة خبيثة في الرائحة جدا فيقولون ما هذا الريح الخبيث فيقولون فلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي كان ينادى بها في الدنيا عشان كده حرام عليك إن صاحبك اسمه حل واتطلع عليك اسم أبو طرطور أبو زعور الجحش اللهب اللعرج تطلع عليك تطلع عليك كلام لحد ما يبقى مشهور بهذا الكلام في ناس مشهورة عندنا المصر بالجحش والحلوف والبغر طلعوا عليها هذا الاسم وبقت عين تخير بقى من روح من ده روح البغر لكن فلان ابن فلان وفي هذه فائدة فلان ابن فلان لأن فيه فهمس خاطئ عند الناس خصوصاً النساء يظنون أن الناس تنادى يوم القيامة بأسماء أمهاتهم زي هنا في أمريكا الفايصل عند أمريكا أو السلطات هنا اسمهم ليش اسمها بيك يقول لك اسم الأم ويقول لها يميز لكن هذا بالنسبة للناس اللي ما يعرفوش يميزه لكن بالنسبة لرب العالمين الذي ما من شاردة ولا وردة إلا أحصار وإن تكون ثقال حبة من قردن أتينا بها وكفى بنا حاسبين كل شيء معلوم عندهم فينادى باسم أبي فلان ابن فلان بأحب أسماء وهذا فلان ابن فلان بأقبح أسماء والآن بأس الحبيب ليس الهم الجنة يقول لها فلان مهم지만 gave that son of that man with the name of her father or his father, not his mother or her mother. On the other hand, the bad guy will call him will give him name. That is son of such-and-such as they call themselves in the streets and even son of Muslims لاي تسمى أن يسمى بذلك تريد إن أسلعه الدكتور مصرية أن تسمى منهم الناس لنسمى بذلك إنه العرام لطفق من شخص يسمى منه أن تسمى منه الذي يسمى به وكل هام فتill now they are both going up to the first level. This one is suffering from the bad comments, the very evil comments from the angels, and this one is getting more happier and happier with the comments of the angels he hears in the shrouds from the paradise. Until they reach the first level of the heaven, they will get permission to enter. فيقولون من؟ فيقولون فلان ابن فلان. فيسبحون له. فيشيعوا من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها. تخيل الجلازة يا رب. ملائكة طلع بك؟ الله يديك تنطرعون. ملائكة طلع بالميت ثم يستفتح له في السماء الأولى فيفتح له. فيدخله فيها أنبياء فيها شهداء فيشيعونهم هم أيضاً. إلى السماء التي تليها. ثم التي تليها إلى أن تصل زدرة المنتاج. فتنطى الله عز وجل فيقول أعيدوه إلى الأرض. فإني وعدتهم أني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. قال فتعاد روح إلى بدنك فإذا عادت يكون أصحابه قد أغنقوا القبر في الأرض. فَذَقُولْ يَسْأَلُ لَهُ الْتَذْبِيتِ فَإِنَّ وَالْهَانَ يُسْأَلُ في الآخر فَيَسْتَفْتِحُونَ لَهُ فَلَا يُفْتَحُ لَهُ The good one, they will open every gate of every heaven to welcome him and to add more people from the best people who live in each level of the paradises and the heavens like prophets, messengers, shohada' and every group will continue to turn till they hand it over to the group in the higher level of the heaven till it reach Almighty Allah. Almighty Allah will give good comments and say he is a good servant and he was truthful, return him back to the earth. I have promised them, I created them from the earth and I will return you into the earth and I will resurrect you once again from the earth. So they will gently return the soul to the body. Once the soul will be returned into the body, people few seconds ago, they already covered the grave with dust. So the soul will enter the body again. On the other hand, we will take five more minutes, no more than that, inshaAllah, to just complete the half of the hadith's first picture. They will try to get permission to go up with his soul. He will get no permission. وَيَدْخُلُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا They will never allowed them to enter even the first level of the heaven. He will be locked. We will be locked. وَيَاكُلُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا He will be locked here. And below the first level. مَحْجُورًا then it will be panic don't know where to go Allah the Almighty will call from above and cut up the he's a liar they can't imagine this return him back to his body I promised him from the earth I created them and I will return them back to the earth and they will be resurrected from the earth once again is الحديث يكمله غدا إن أحيان الله عز وجل وصلى الله وسلم مبارك يا نبينا محمد أصحابه وأزواجه وبيته والحمد لله رب العالمين السلام عليكم